خلوني أكمل مع حضراتكو لأن في حقيقة الأمر بعد المحاولة بتاعة السيد إبرامز لازم نعرف بقى مصر بتشتغل ازاي وده بيقول أن إدارة وعقل الدولة يستطيع أن يرى أبعد من تحت قدميه بكثير وده اللي عامل زهول للطرف الآخر يعني لازم تبقوا حاسين بنوع من القوة لأن إحنا بقينا بنحط رجلنا قدام وهم بيضطروا مش بس يحطوا رجلهم ورانا ده هم بيحاولوا يعرفوا وإحنا مشينا أي طريق بيحاولوا يشوفوا من يرى الأثر أثر القدم يعني كلام اللي بقولوا ده اعتماداً على إيه خلوني أقول لحضراتكو وزارة الخارجية بتاعتنا طبعاً ده كان أول رد وربما في وسط المشهد الاحتفالي بتاع الجمعة والسبت كتير من حضراتكم تابعتوا شوية مسألة رد وزارة الخارجية اللي أسفت طبعاً للأسلوب والمنهج وترتيب الجلسة وكل ده ودي لغة دبلوماسية بروتوكولية مطلوب إن إحنا نعملها لكن الدولة اشتغلت لما هو أبعد من إن هي ترد اشتغلت على ده ما إزاي خلوني أنقل حضراتكو إنه بالأمس وبالأمس فقط تم إتمام الاتفاق الأمني اللي وقعه البرلمان الألماني مع نظيره المصري سيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ترجمة نانسي قنقر